طبعاً معكم الأستاذي أزان العقرباوي مدرس مادة الرياضيات الأدبي والفندقي على منصة وموقع وتتعليم طبعاً اليوم حبيت أطلع لك بخطة وهي الخطة النهائية لطالب حاب يبلش فصل أول وثاني يمد طبعاً هي إلى فئتين في طالب بقولك أنا بقدر أخلصه بستة أيام أو خمسة أيام في طالب بقولك بدي يأخد وقت معي يعني بدي أطلع أعطيه وقته براحتي ما أزيد ولا أقلل ممكن بالكهير سبعة أيام للفصلين حبيت طلع لك بهاي الخطة وحكي عن الفئتين بالإضافة للشغل اللي بدي أحكيها هالسر بعدين نبلش بالخطة طبعاً بإذن الله خلال الأسبوع اللي إحنا داخلين عليه إما الاثنين ثلاثاء الأربعاء يعني خلال هدول التلاث أيام راح تنزل بي دي اف وفي جميع المكتبات ورقة بدي أسمي لك هي مفاتيح كلامية أو بدي أسمي لك هي مفاتيح حال خرائع الذهنية اللي بس تطلع تتذكر الدرس عن شو كان يحكي طبعاً هاي راح تنزل إن شاء الله زي ما حكيت خلال التلاث أيام ده الفصل الأول والفصل الثاني راح تكون بي دي اف متوفرة على موقع وثل على البطاقة على المكثف في جميع يعني أي مكان إلو عراقة راح تلاقيها بالإضافة للمكثف الورقي راح يكون نازل إن شاء الله بدي اف بجميع المكتبات خلال نفس الفترة شغلة ثانية في لايف ليلة الامتحان للي بيسأل لأنه كان كثير فيه أسئل إنه في لايف ليلة الامتحان أكيد في لايف ليلة الامتحان فصل أول فصل ثاني وإن شاء الله راح ينزل نموذج امتحان نحكي قبل الامتحان بيومين يعني بس تروح من امتحان العلوم الإسلامية راح تلاقي فيه نموذج امتحان على النمط الوزاري راح يكون نازل على الفيسبوك على موقع وتد وعلى صفحة الشخصية لأستاذ يزن العقاباوي بالإضافة لحل نموذج امتحان لطلاب المكثف طيب خلينا نحكي أول شي عن الخطة طالب جاب المكثف طلعت مدته كاملة تقريباً 28 ساعة 28 ساعة الفصلين حبيت أقسم لك ياهم زي ما هم موجودات يعني الوحدة الأولى مقسمين لها 7 أقسام شو هم من 7 أقسام؟ مش معناته القسم الأول الدرس الأول ولا معناته القسم الثاني الدرس الثاني لا 7 أقسام قسمناهم يعني القسم الواحد إما بيكون جزء أو جزءين أو ثلاث ما في قسم كان فيه أربع أجزاء فمثلاً 7 أقسام كانت مدة الوحدة الأولى 7 ساعات طبعاً يعني كنت مراعي جداً الوحدة الأولى عليها بالامتحان تقريباً 80 علامة 80 من 200 يعني أكثر وحدة عليها علامة فحبيت أنه تأخذ يعني ما يضلش فيه مثال إلا أو حالي إلا موجودة القسم الأول فيه جزءين القسم الثاني جزء القسم الثالث جزءين الرابع ثلاث أجزاء الخامس جزء السادس جزءين القسم السابع والأخير ثلاث أجزاء قسمت لك يوم بدي منك يواخدو يوم ونص يوم ونص يعني اليوم الأول تدرس فيه خمس ساعة لما أجي أحكي لك خمس ساعة هو الجزء أستاذ قديش مدته نص ساعة فأنا لما أجي أحكي لك بدي منك خمس ساعة زيك يعني بيقول لك أدرس القسم الأول والتاني والتالت والرابع تقريباً الخامس بس لهن هذا باليوم يعني إذا كان بما معنى بيقول لك أدرس الدرس الأول والتاني والتالت وبداية الرابع لا نحكي أول ثلاث دروس هم رح يكونوا بالخمس أقسام مدام درست حضرت خمس ساعة بدي منك تحل ثلاث ساعة بيضل عندي الثاني يوم بدي أخد نص يوم شو بيضل علي ساعتين ساعتين اللي هم تقريباً القسم السادس والسابع تحضر الساعتين وبتحل ساعة فهذا بالنسبة للوحدة الأولى طب أستاذ شو أحل يحضرهم كلهم مرة بعض حضرت أول ساعة مثلاً القسم الأول كامل والقسم الثاني حضرته بأخده معي ساعة ونص بمسك نص ساعة بحل إما بحل كتاب التبريب إما بحل دوسيتو استاذ يزن إما بحل أسئلة المراجعة يعني لماذا يخص القسم الأول والتاني بروح بحل كل أسئلتهم بعدين برجع بعدما خلصت حضرت القسم الأول والتاني وحلت بحضر القسم الثالث والرابع وبروح بحل شو بخصهم بتكون خلص يومك يعطيك العافية تاني يوم نفس الاشي بحل بدرس مثلا قسم السادس وربح الأسلتو بحضل القسم السابع يعطيك العافية انت خلصت بيوم ونص وبرجعوا بعيد الوحدة الأولى عليها 80 علامة بإذن الله يعني تشتلك مضمون وعلامات وأرقام بس بإذن الله درسها بإذن الله أنت جيبها كامل الوحدة الثانية كانت وحدة قليلة خفيفة ظريفة سريعة سبع أجزاء السبع أجزاء مدتهم تقريبا أربع ساعة بدي منك يعني كل اللي راح تحضرهم أربع ساعة بسه في طالب ولك والله كثير تعطيها يوم أنا بحلها بنص يوم وأنا بشوفها نص يوم بس برجعوا بعيد في طالب أول مرة راح يفتح المادة على المكثف لو حضرتها أربع ساعات بيوم واحد كافي لها والله وزيادة بتحضر أول ساعتين بتحل بعدين بتحضر كمان ساعتين بتحل ما قسمتها لأقسام لأنه زي ما حكيت هي وحدة كلها بتحكي عن قواعد الاشتقاء الوحدة الثالثة حططي لها يوم ونص هسا في طالب زي ما حكيت ممكن الفصل الأول كله ياتوا على بعضه يخلصوا بتلات أيام يوم أولى نص يوم أو يوم ونص أولى نص يوم للثانية ويوم للثالثة هذا أسرع طالب هسا طالب بقولك لي أنا بديها هتتباح بحمي يوم ونص نقسم الأربع أقسام زائد أشكال هندسية القسم الأول ثلاث أجزاء القسم الثاني جزئين القسم الثالث جزئين القسم الرابع جزئين باليوم تدرس قسم الأول زائد الثاني زائد الثالث بيطلعوا تقريبا ساعة ونص نص ساعتين ونص ساعتين ونص ثلاث ساعات ونص هذا بدي يدرسوا بيوم بدي يحضر ثلاث ساعات ونص مقابلهم بدي يحضر ثلاث ساعات مثلا هي ست ساعات ونص بالنص يوم بدي القسم الرابع والأشكال الهندسية الأشكال الهندسية أتوقع مدتهم ساعة ونص وهنا عندك ساعة ساعتين مص هذا بالنص يوم هيك بتكون انت الفصل الاول كاملا يعني اكثر طالب ممكن ياخذ معه الفصل الاول واكثر من هيك ما شوف كثير من 4 ل 5 تيام يعني دايما بحكي الزايد اخو الماقص لا تزيد والا تنقص اقل طالب ممكن ياخذ معه الفصل اول اموره تمام 3 تيام واكثر طالب هذا يعني نحكي اموره مش بزيادة بده 5 تيام اكثر اقل من 3 تيام ما بصير واكثر من 5 تيام بشوفها أكثر الفصل الثاني ممكن يخلص معك أقل إشي بيومين يوم للتكامل يوم للإحصاء وأكثر إشي يعني إذا بدأ أزيد لك يوم ونص للتكامل يوم ونص للإحصاء يعني ثلاثة يام بشوف زيادة وكافي طبعا التكامل فيه تأسيس قواعد التكامل ما حسبتهمهم فأنا هين حاط لك يوم ما سأحكي لك عنهم حرائبي قسم الأول جزئين القسم الثاني جزئين القسم الثالث جزئين الرابع الخامس جزء السادس جزئين يعني كلياتهم جزئين إلا قسم واحد كان جزء واحد حطيت لك إلهم يوم ونص شو بدي منك باليوم ونص باليوم بدي تدرس تأسيس التكامل اللي هم قواعد التكامل بعدين القسم الأول زائد الثاني زائد الثالث هذا باليوم بدي طبعا هم مدة التكامل كل ياته ست ساعات ونص خلصت التكامل اللي هم ثلاث أقسام باليوم يضل عندك وهم ثقل التكامل في هدول تقريبا اللي هم الدرس الأول وثالث أول الثالث هم تقول التكامل موجود هون أما الدرس الرابع والخامس والسادس سهلات كثيرة طيب هنا المساحات هنا تكاملات اقترانات خاصة وهنا التكامل بالطاوية هدول زي ما حكيت تأخذهم بالنص يوم الرابع والخامس والسادس بضل عليك قدرات علية تحضرهم ست ساعات ونص كافي طيب أستاذ قديش أنا مثلا بدي باليوم يعني كم ساعة أقل من ست لسبع ساعات حرام ما أنتم مش قابتها من شي يعني لازم باليوم تتراوح دراستك من ست إلى تمن ساعة تلازم أقل إشي فبالله عليك أقل من هيك طبعا أنا امتحاني كمان 15-20 يوم طب شو بتعمل إنت أقل من هيك يعني مش فهم لما طالب بدرس باليوم ساعتين لما تقوله أدرس باليوم ست ساعة تقولك وال شو اللي وال امتحانك كمان 20 يوم 25 يوم فهذا إشي طبيعي أنه طالب بدرس يعني أنت وظيفتك حاليا تدرس بس ما بعرف أنا وظيفة ثانية إلا فهذا بالنسبة للتكامل زي ما حكيت طالب الكثير بده وقت فيه بأخذ يوم ونص الطالب المليح بأخذ يوم الإحصاء هي أسهل وحدة وأسرع وحدة كلها ياتها على بعضها خمس أقسام ها 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 هو القسم الأول للدرس الأول القسم الثاني ها هون القسم الأول للدرس الأول هدولا درس أول وثاني هاذا للدرس الثالث هاذا للدرس الرابع أول الخامس وهذا تكملته قسمت لك ياهم يوم ونص يعني وأنا والله بحبح لك يوم يوم ونص بتخلص لهم الإحصاء يوم أدرس الدرس الأول والثاني لأنه هم لهم علاقة بعض مثلا الدرس الأول والثاني والثالث أدرسهم بيوم وهدول بدهم مش أكثر من نص يوم يعني الدرس الرابع بيحكي بس عن الجدول كيف تطول من الجدول في يعني يدوه بساعة يكون خالص معه وبظل الدرس اللي تابع له اللي هو الدرس الخامس فيوم ونص مدة الإحصاء أربع ساعات ونص فصف عنا الفصل الثاني 11 ساعة والفصل الأول 17 ساعة هدول اللي هو مكثب بادة الرياضية وزي ما حكيت رح ينزل مفاتيح كلامية وتأكد أنه أنا يعني بحاول قاعد أطلع لك يعني يمكن ضايل أني أعمل لك بس هيك امتحان حلو أنا وياكم يعني أنت بس تخلص إن شاء الله لأنه معك يوم ونص ليلة امتحان يعني يوم ونص للفصل الأول رح تلاقي في فيديو نازل عندك فيه نموذج امتحان كيف بنحل يعني ما بدي أفوت أنا عمتحان آه أبلش هيك طبعا ما عرفته عادي بنتقل يعني فيه شغلات أنا بخلي لك هيها لليلتي الامتحان بالإضافة لليلتي الامتحان اللي طالب اللي دارس على المكثب أنا ها مش مطلوب منك شي تاني يعطيك ألف عافية الطالب اللي جاع بدرس على البطاقة حل أسئلة الدوسية كاملة يعني ما رح يضل إشي أنت خوفك مبني هسه على تعبك إنه أنا جاعد بتعب فخايف إنه تعب يروح الفاضي ما بروح تعبك الفاضي طالما حط تركيزك هاي مادة بديها تركيز بدها إيدك تحل بدك تركز تستوأب وبدك تحل مدام تركز فهمت تحليت مش مطلوب منك شي تاني مش مادة تحفظ هاي طب أستاذ بنسا تخافش في ذاكرة باطنية بإذن الله ربنا إنه يسر أموركو رح تطلع يوم الامتحام تتذكر كل شي بنهاية هذا الفيديو ويمكن هذا آخر فيديو قبل لايب لات الامتحام نطلع فيه فبالله عليك حط كل جهدك وطالب ممكن يقول لك أنا نتبلش برياضيات عشرين خمسة انت حر عشرين ستة انت حر أنا المهم تعطيني من خمس إلى سبع أيام ها يا خمسة يا سبع تيام لا الفصل لا ثمانة أيام آسف ثلاثة أيام فصل ثاني خمسة أيام فصل أول هذا الطالب اللي بده يبحبحها كثير والطالب اللي بالوضع الطبيعي بده يأخذ من خمس إلى ستة أيام بالفصل الفصلين فصل أول والفصل الثاني فانت حر أي تاريخ أنا ما عندي مشكلة فيه بالنهاية بهم لي تنهي المطلوب منك بنهاية هذا الفيديو سنة دراسية صعبة عليك وكانت يعني متعبة عليك ولكن تعبها المحرز رح يكون بالشهر الانتحانات فلا تضيع وهسا معك وقت هسا معك وقت تعطي كل دقيقة من تعبك تحطها هسا لأنه لو قدام يعني ما توصل بس أهمشي لمرحلة قناعي إنه أنا أديت ما علي يعني دايما بحكي طالب التوجيه عشان يوصل لمرحلة يحكي أنا راضي عن حالي هو هذا النجاح إنك ما تندمع دقيقة ضيعتها إن شاء الله إنك ما بتندم ولكن أوصل لمرحلة إنك أديت كل ما علي فبنهاي تقضى الفيديو رب يوفيكو ما يضيلكو تعب وبإذن الله ملتقانا رح يكون ليلة الانتحان في اللايل ويعطيكو ألف عافية وموفقين يا رب ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر